الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله ومصطفاه من خلقه وصفيه وخليله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله ما اتصلت عين بنظر وسمعت أدن بخبر أما بعد أيها الإخوة والأخوات في لقائنا السابق كنا قد تحدثنا عن النية وكيفيتها واليوم إن شاء الله تعالى استمراراً مع جلساتنا الطلبوية نتحدث عن صفة دائماً تكون مقرونة بالنية وهي الإخلاص والإخلاص صفة حميدة يتصف بها المؤمنون والمؤمنات لأنهم يقصدون من وراء أعمالهم إرضاء الله جل وعلا فما النية وما محلها وما الإخلاص ما الإخلاص وكيف يكون الإنسان مخلصا تحدثنا عن النية اليوم سنتحدث عن الإخلاص يقول جل وعلا في محكم التنزيل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فالله عز وجل يريد منك أيها المسلم ويريد منك أيها المسلمة أن تكون أعمالك كلها خالصة لوجه الله فلو عمل إنسان عملا مهما كان عمل خير لكنه لم يقصد به وجه الله فإن ذلك العمل يرد عليه وفي الحديث الصحيح الذي يراه الإمام البخاري والإمام مسلم عن أبي حفصة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مئن ما نواه فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه إنما أداة حصل كل الأعمال الجزاء عليها يكون على حسب النية اعمل ما شئت لو وقف إنسان على نهر وصار يتوضى غسل اليدين ثلاثا ثم تمضمض ثلاثا وستنشق ثلاثا وغسل الوجه وقام بكل ما يقوم به المتوضع إلا أنه لم تكن له نية الوضوء وإن كان قد أتى بكل شرط الوضوء فإنه لا يجوز له أن يصلي بذلك الوضوء لأنه لم تكن فيه نية خالصة لله جل وعلا لا بد أن يكون المقصد أنك تنويه لله عز وجه أيما عمل عمله الإنسان ولم يخلص فيه لله إلا ويكون ذلك العمل أبطر وناقص ومردود على صاحبه من عمل عملا أشرك فيه غيري فهو رد كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أيها الإخوة والأخوات لا بد أن تكون النية خالصة ولا بد أن يكون العمل خالصا لله جل وعلا فالناس جميعا يعملون كل الناس يصلون كل الناس أغلى أو أغلبهم يتصدقون ويحجون ويعتمرون لكن الجزاء جزاء كل واحد منهم لا يساوي جزاء الآخر لأن كل واحد وما نوا في قلبه لذلك هذا الحديث الجميل الذي بوب به الإمام البخاري بابا من أبواب كتابه الجليل باب إنما الأعمال بالنيات قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات الأعمال لا قيمة لها إلا بقيمة نية الشخص وإخلاصه في عمله ذلك وإلا فإن هذا العمل لن يكون مقبولا وقد ورد في شرح هذا الحديث الذي يسميه العلماء بحديث مهاجر أم قيس أن رجلا من المسلمين خرج مهاجرا مع المسلمين ولكن لم تكن نيته الهجرة وأخبر أصحابه وقال إنها فرصة سأهاجر معكم لأتزوج بأم قيس لأنه كان يحبها فبلغ الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحديث المشهور الذي تعرفونه أو يحفظه جلكم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرئ ما نوى إلى أن يقول صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أي لتجارة أو امرأة ينكحها أي يتزوجها فليس له من تلك الهجرة إلا ما فاز فيه أو ما فاز به من العمل الدنيوي فلا بد أن نخلص الأعمال وأول عمل ينبغي أن نخلصه في هذا الشرق هو صيام رمضان فلا ينبغي للمسلم أن يشتكي شدة الجوع ولا طول النهار ولا حرارة الشمس ولا العطش ولا التعب عليه أن يقول أنا صائم لله مهما كان الجوع ومهما كان التعب فعلم أن الله تعالى ينفع لك بصيامك مخلصا الدرجات ويغفر لك السيئات ويجعلك من المقبولي نحن 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 نفسي لكن يجب عليك أن تقصر، ونفرحة تهزير أنه مهمة في كل مطلع و مطلع و كل مطلع. فتين تغيير، وقم تغيير، وقم تنظيم، وتنظيم، وتنظيم، Réservé Ne sont pas Que pour Allah Dieu N'acceptera pas tes actes Ni ton adoration Il y a des gens qui font beaucoup de prières Mais Ils souhaitent que les gens disent Ah oui il fait beaucoup de prières Il y en a qui font des sadaquat Mais leur souhait C'est que les gens disent Ah oui il est très généreux Il y en a qui parlent bien Mais quand ils le font لا يفعلون لهم أنهم يردون جيدة الله عز وجل لكنهم يفعلونه لكيمكنين كانت أفضل احباره جدا صحيح أنهم يفعلون جدا وأسلًا يسألون الله عز وجل لا كاملين أخطاء أحبلا كما تتعرف على الله عز و جل كما تتعرف على الله عز و جل وأننا نتعرف على رمضان ومع الأدراء في هذا الموضوع فهو يجن المسلمين يجنون على الله عز و جل وإذا كثرت لجل وضعت عنه فيه و semهار جل ولم نتعرف على رمضان ويستفع الله عز و جل وبدون جل ومع الأدراء في هذا المسلمين من أحسن المدرس وأن رمضان برجل الانجيز ويمكن برجل الانجيز ويستفع الله عز وقد يشهدori ويستفع الله عز وجل وسترح نعرف لجل ويستفع الله عز وكاين دعونا عرسلة لعددية إلى 100%. دعونا في نزال، يمكنني إستطاع أن أمسحة في دعونا أيها الفهادة. لكن أمسحة إن أصبح 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 أهل أو أصبح أصبح. أصبح الأصبح أصبح 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 أصبح. Et c'est pour cela que tous les actes et toutes les adorations du musulman n'ont aucune valeur sans leurs intentions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique, les actes ne valent rien sans leurs intentions. Celui qui immigre pour un commerce ou pour se marier ou pour un but spécial, il aura ce qu'il a pensé. Mais celui qui a considéré son immigration pour Allah Azza wa Jalla, Allah Ta'ala, il va le récompenser selon sa sincérité et selon ce qu'il a pensé. Les actes, on agit tous, on agit tous, même dans la mosquée, quand on rentre dans la mosquée, on fait tous la prière de Drôme par exemple, collectif, on est tous ensemble. Mais est-ce qu'on sort de la mosquée, on a tous le même mérite ? Non, pas du tout. Le mérite des gens selon leur sincérité et leur intention. Sous-titrage Société Radio-Canada استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته